ما كنتش بتدي التسجيل. طيب. عشان برضو التسجيل يكون من الاول. خلاص? احنا ان شاء الله النهاردة هنبتدي مع بعض التكنولوجي والكريكلاب في القطاع الطبي والهيلث كير. طيب بتاعتنا كيس ستادي. انا في كيس ستادي معينة عجبتني. هاخد الكيس ستادي زي ما هي. وهحطها في المنهج بتاعي. او سوبجيكت اللايمنت. حضرتك ممكن يبقى فيه جزء معين انت بتدرسه. لقيت في كيس ستادي او لقيت فيه حتة معينة عجبتك في الكيس ستادي بالمادة اللي انت بتدرسها او بالشابتر اللي انت بتدرسه. فممكن في الاخر بنضيف جزء بسيط في اخر الشابتر بتاعنا. يا جماعة تعالوا نشوف التكنولوجي ممكن تخدمنا ازاي في اللي احنا بنقوله. او زي ما قلنا ان هو خالص. ممكن بعد المنهج بتاعي كله ما بيخلص ايجي في الاخر خالص. اقول يا جماعة في عندي شابتر كامل. هنتكلم فيه ازاي التكنولوجي بتخدم الجزء بتاع الفرماسوتكس او الجزء بتاع الفرماكولوجي بتاعتنا او ايا كانت المادة اللي انت بتدرسها في القطاع الطبي بتاعك. الطريقة الاخيرة برضو اللي ممكن نستخدمها ان احنا نعمل سيودينت ريسيرش. انا ممكن ادي للطالب بحس. اعمل لي بحس. ازاي التكنولوجي ممكن تفيدنا في الحاجة اللي انت تعلمتها معين. وده ممكن يكون بحس ممكن يكون حاجة عليه زي اعمال السنة او حاجة زي كده. فدول اللي اربع طرق يا اما ان انا بجيب الكيس ستادي بحطها زي ما هي. يا اما ممكن اجيب جزء من كيس ستادي او ممكن الكيس ستادي نفسها كلها بس بحطها مع الموديول بتاعي او مع الشابتر بتاعي في الاخر كجزء مكمل ازاي التكنولوجي بتخدمني او خالص باجي اقول في الاخر اللي ممكن تعملها التكنولوجي في انها تحقق اللي احنا بندرسه وتعمله بطريقة سهلة ممكن انا ادي للطالب اطلق له العنان بقى زي ما بنقول هو اللي يعمل السرش وهو اللي يجيب لنا الكلام دوت يعمل بحس في الكلام دوت فدول الاربع طرق المختلفة احنا ممكن نانتجريت ازاي التكنولوجي في المناهج بتاعينا. النهاردة هنكتدي بي الكيس ستاديس. واول كيس ستادي معينا النهاردة هتكون من شركة استرازينيكا. اا استرازينيكا يا جماعة بتشتغل في الميديسنس ان هي طبعا بتعمل ادوية في الحاجات المتخصصة للامراض القلب والحاجات الخاصة بيه اللي هي الامراض الجهاز التنفسي وامراض المناعة. فهي ديت التلات تخصصات اللي متخصصة فيهم شركة استرازينيكا وهي بتسيرف اا ميليونز من البيشنس ملايين من البيشنس في مية خمسة واربعين دولة على اكتر من سبعين سوق. الكيس ستادي النهاردة هتتكلم عن ايه? فهي يعني كيس ستادي دي رائعة جدا يعني هي فيها حتة تيكنيكال كحاجة ديها علاقة بالطبق وفي نفس الوقت ريليتت ازاي باي دابيو اس وفيها كده جزء شوية انساني يعني. فالشركة هنا هو بتتكلم على انها بتاليمينيت الكنسر as a cost of death as a cause of death هو سبب من اسباب الموت وكمان بتعالج الامراض اللي ليها علاقة بالقلب وليها علاقة كمان بامراض الرئة. طيب الشركة دي بتعمل ايه او بقى فكرها ايه دلوقتي انها بتعمل data collection هي بتجمع data وبتانالايز الديتا من multi ometics multi omics و image scans و remote patient data. بيبدأوا يا جماعة دلوقتي الدنيا اتغيرت في طريقة احنا هنخترع الدوة ازاي? احنا بندرس الاول ال genomes بندرس الاول ال genetics الترتيب الجينات في البني ادمين. وده كان جزء شغال بقاله فترة. اللي بدأ يضاف عليه جديد. انا بعتبر على فكرة ان الجزء ده يا جماعة زي كده ما ال machine learning عمل طفرة في عالم الكمبيوتر والحاجات دي. انا شايف ان جزء الحتة المالتي omics دي هتبقى هي الطفرة اللي جاية في عالم الطب واختراع الادوية وكتشاف الامراض الكتير اللي احنا بقينا بنسمع عنها بالذات كل حاجة يقولك ايه? اصل المرض ده اللي يعلقى بالمناعة. اصل المرض ده اللي يعلقى بالجينات. اعتقد ان يمكن وكل الامراض دي لغاية دلوقتي مالهاش عليك. فاعتقد ان الحتة دي شوية هتعمل طفرة في الفترة اللي جاية. ايه فكرة المالتي omics والimage scans والريموت بيشنت? المالتي omics يا جماعة هي ما تدينها هي كزا فرع مش 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 حاجة واحدة. يعشان كده جاية من اسمها هي اكتر من حاجة. ان هو بيدخل جوه الخلية بيجيب المعلومات عن الدي اي 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 ا فهم بدنوا يجيبوو الديتا دي كلها öyle one انا بجمع الديتا بتاعتнения deal اللي موجوده جوه الخلية الRN ايه كمان اللي موجوده جوه الخلية بجيب الديتا بتاعت 이렇게 البروتينز الى جواه الخلية وازاي بتأثر علي وظيفه الخلية بجيب كمان معلومات عن لو في بكتيريا كانot عايشة اودخلت بشكل او باخر فيو من من اللي من جواه الخلية بتاعلك فانا بجمع كل الديتا ديت وببدأ اربط الكلام دوت اه السلايد سابتة يا دكتور راني تمام؟ وببدأ اجمع كل الكلام دوت اه انا انا ثابت على اوبرتونيتي يا جماعة انا ثابت على اوبرتونيتي انا بشحلكو بس اليوز كيس ازاي بتتكلم في اكتر من بتتحرك طيب خلوني اعمل ستوب شير واحاول واعمل شير تاني حاضر طب كده ثابتها كده ثابتت يا جماعة طب كده ثابتت كاسبتت طيب هو واضح بس ان الفيديو هو اللي مخليها مش ساقة طيب تمام طيب هشرح لكو بس الفكرة كلها عاملة ايه فالشركة دي عملت ايه جابت الديتا بتاعت المالتي اوميكس ديت اللي هي البيانات بتاعة الخلية اللي هو الدي ايه بتاعة الار ايه بتاعة البروتينز اي ديتا كانت لها علاقة بانفكشن او بفيروس او ببكتيريا وجابت كل المعلومات ديت زائد كمان جابت الاشعات المخطعية بتاعت البيشنت وشوية معلومات عن البيشنت وبدأت تشوف ازاي الامراض او علاقة الامراض بكل الديتا اللي احنا اقول لها دا علشان يحاولوا يكتشفوا الجينز او الاسباب المسببة للامراض وازاي يقدروا يعالبوها الفكرة كلها ايه في الامراض المناعية ان احنا مش فاهمين السبب بيحصل تغيرات في الجينات واحنا مش فاهمين التغيرات دي حصلت ليه او اتغيرت ازاي او اتغيرت ليه حتى احنا كل دا لسه مش فاهمين فهي بدأت تجمع الديتا دي علشان تبدأ تشوف ازاي الامراض بترتبط بيه كل الديتا اللي انا قلتها دي بالDNA بتاعنا بالRNA ده نوع برضو من الجينمز موجود جوه الخلايا بتاعتنا او نوع من الجينات يعني موجود جوه الخلايا بتاعتنا البروتينز اللي موجودة جوه الخلايا بتاعتنا ولو كان حصل انفاكشن قبل كده باي بكتيريا او باي فيروس فده الملخص بتاع الشركة دي بتعمل ايه بالظبط انا هتطلقوا الفيديو ده بالذات لانه يعني حابب ان انتوا تتفرجوا عليه ونتفرج عليه كلنا مع بعض انا هشغلوا يا ليت برسن تقولولي لو شغال كويس عندكم ولا لا اقولولي يا جمالة والشغال كويس ولا لا والصوت واضح ولا لا طيب كمان های بحرام دوكو فکر اكون قويسا های بحرام دوكو فکر اكون حابب ان حاسب تيدا افضل اغمان هيا بتبتدي البريزنتيشن بتاعتها انها بتسأل الناس لو حد يعرف حد او حد من الموجودين يعرف حد مات او تسبب في الوفاة بسبب الكنسر او بسبب مرض في القلب او بسبب مرض في الرئة فتقريبا القاع كلها رفعت ايديها فبتوريج اهمية التلاتة سيكتورز او التلاتة برسبيكتورز من الامراض اللي هم فعلا مهتمين بيها مردون تستطيع ان تقوم بسيطة شكرا لك نحن في أسترسينيكا هيا بقى الاختلاف اللي بدأ يحصل في العالم ان احنا بدأنا نستخدم الديتا والAMI والMachine Learning عشان يبدأوا يكتشفوا ادوية لأدوية لإصبحتها الأمراض اللي هم مش شايفين لها أدوية أو علاج لغاية دلوقتي هم ده ده جماعة الأربع محاور بتوع اللي بيأثروا في الجينات عندنا اللي هو الDNA الGENOM والRNA اللي هو والبروتيوم والميتابولوم هم دول الأربع حاجات الميتابوليزم يعني اللي بيحصل اللي هو تكسير زي الخلية بتطلع الطاقة يعني دوت الميتابوليزم يعني فهم دول الأربع حاجات الأساسية اللي هم بدأوا يبصوا عليهم فانتو متخيلين كمية الديتا دي بتبقى عاملة ازاي الDN ايه ده بيتكون من ملايين أو مليارات من البروتينز اللي متركبها مع بعض وشكل البروتينز متركب ازاي فالموضوع مش سهل ان في بني آدم هيقدر يستوعب كمية الديتا دي مليارات ومليارات جميع المسيارات أن تتحدث ممتاز بسجارة ج . العديد من ي Mister الممتاز بات الإجتماعات هي أن تجهل الوصف ناول الوصف وتجهل الرو مرايس دون الوصف هو يوصف الفاوحتران واحدة تجهل الوصف من سجل الوصف ويقابل إن في الأحيال هنا طبعا بدا اتكلم ان كمية الديتا ديت باقت كبيرة جدا فعلى الشاشة وراها مكتوب ان الديتا بتوصل الى 25 بيتا بايت ودي كمية ضخمة جدا من الديتا عشان كده كانوا لازم يروحوا لاشياء يعرفوا يسييفوا او يقدروا يخزنوا الكم الهائل دوت من الديتا بتوصل الى اتكلم الديتا خلي بالك وقالت لك ايه كمان قالت لك ان 25 بيتا بايت دول عشان ناخد 25 بيتا بايت من الديتا بروسس احنا في الانترميديت و احنا بنحصل على 25 ربايت دول ده بيبدأ يحصلوهم لهم الوحيات ل75 بيتا بايت عشان نوصل ليه الخمسة وعشرين. ففي حالة البروسيس واحنا بنبروسيس الديتا تمام? الديتا بتوصل معنا لخمسة وسبعين بيتا بايت. قبل ما نطلع الفاينال ريزلتس اللي هي خمسة وعشرين بيتا بايت. اللي هو وقت البروسيسنج بيبقى بيجنريته انترميديت ديتا او تيمبري ديتا. فالتيمبري ديتا بتوصل الى خمسة وسبعين بيتا بايت. طبعا دي كمية ضخمة جدا. لو انت هتعمل ستوريج داتا سنتر عندك عشان تحط فيها كل الديتا دي رقم طبعا مرعب ومحتاج سيرفارات ضخمة جدا عشان تعمل دوت. فطبعا ده بيجي دور AWS في الجزء دوت. اعتقد ان انتو يعني شوية فاميليا ربق بالاسماء على الاقل مسلا بلام دا على الاقل باس 3 ستيف فونكشن دوت هو الاركستريشن. يمكن هي بس غلطت في الحتة دي. الحتة بتاعت الستيف فونكشن هي المسؤولة عن الاركستريشن يا جماعة. الاركستريشن عندنا ان انا بروح انفس بروسس بعد ما تخلص انفس بروسس تانية بعد ما تخلص انفس بروسس تالتة وهكذا. فانا ممكن يبقى عندي اكتر من بروسس بيتنفزه وبالتالي ستيف فونكشن بتساعدني في حاجة زي كده. برضو بقدر اعمل بي بروسسينج للديتا سكيجول. ان انا اقدر اقول والله مسلا كل يوم بالليل انا عايز ابدأ اعمل بروسسينج للديتا بتاعتي. باختصار يمكن دول الاتنين سيرفسيز اللي احنا ما اخدناهمش مع بعض يعني. مدخلين يا جماعة مية وعشرة مليون استاتيستيك بتتم في اقل من تلاتين ساعة. حاجة زي كده فانت بتاخد شهور قبل مايبقى في ال باورفول ماشينز اللي موجودة في اي لابلوس. تمام depth. they recognize it's . موسيقى بسيارة Cincinnati الموسيقى موسيقى هذا هو الذي يمكنه الانترار بشكل موسيقى الجانب والموسيقى الموسيقى بيقولك بقى ان على الرغم حتى من المالتي اوميكس ديت ان هما حتى وكمية الديتا اللي احنا تكلمنا عليها دي ان هما نفسهم مش كفاية عشان نقدر نعرف الباترنز اللي موجودة عشان نقدر نعرف الامراض احنا كمان محتاجين حاجات تانية محتاجين زي مسلا الاشعات اللي بتتعامل اشعات مقطعية اشعات سينية كمان محتاجين الديتا بتاعت البيشنط البيشنط ده راجل ولا ست عمره كم سنة كمان اللي هو موجود فيها او الجيوغرافيكال اللي هو موجود فيه دي كلها ديتا برضو بتفرق معنا واحنا بناخد القرار المرض دوت موجود لي او سببه ايه فمش بس بقى اللي احنا قلنا عليهم الخمسة عشرين بيتا بايت وكده لا ده لسه فيه داتة تانية احنا لسه ما تكلمناش فيها جانب سبب لم يتم مشهر البيشنط البيات او لشاهد رجاليح كرة فى المنطب السلجان السلجانة تتخلصم همشوه جاهابة لتنظر التعامل tengoر موضوع بايت ويقدر ان تتخلصم همشوه بسملر مرتباء تسلجان بتاخد الأشعة المقطعية وبيقولك ان هما في المستقبل يعني خلاص طبعا بيرنوا عليهم ديك ليرنينج موضل زياني من الماشين ليرنينج بيقول ان هما في المستقبل حيقدروا يوصلوا ان احنا نقدر نبريدكت الأمراض بدري جدا اه هو المفروض في صوت انتو سمعين يا جماعة وبتسمعوا الفيديو ولا لأ سمعيني وسمعين الفيديو ولا لأ اكدوا معي لو سمعتوا طيب تمام تمام فهي بتوريك ازاي ان هما بياخدوا الأشعة المقطعية دي أشعة مقطعية ليه إربائة وبيقولك حنقدر بعد كده ان احنا نبريدكت الأمراض بدري جدا باستخدام الديب ليرنينج والماشين ليرنينج حنقدر نبريدكت الأرقام بدري جدا شايفين يا جماعة بتستخدم كمان الجزء بتاع السيج ميكر زي ما احنا اتفقنا ان هما كانوا بيستخدموا ديب ليرنينج فبالتالي بيستخدموا سيج ميكر عشان يعملوا الماشين ليرنينج بروسس بتاعتهم بيستخدموا السيرفيس كاتالوج ان هما بيقدروا يبنوا بيه انفارومنت سيرفيس كاتالوج يا جماعة هي سيرفيس احنا بس كده بنقول فيها ايه الريسورسس اللي احنا عايزين نشغالها ويقدر اي حد ما عندوش اي باكجراوند عن اي دابليو اس بيخش عال سيرفيس دايت ويقول انا عايز اشغل الريسورس ده اللي بيشتغل بقى وراء اي سي تو بيشتغل وراء اس تري اللي بيشتغل وراء هو ما يعرفش هو في الاخر عايز الينفارومنت تاعته شغالها فده طبعا هيبدأ يفيد الناس الريسيرشرز او الناس اللي بتشتغل في المعامل الناس دي ما تعرفش ايه دابليو اس وبالتالي هو عامل له انترفيز بسيط بيقول له تفضل حرارة ادخل على AWS علم على الانفارومنت اللي انت عايزها ودوس لانش بس خلاص الانفارومنت اشتغلت كل الريسورسز اللي انت بحتاج لها ايه اشتغلت مش لازم بقى تعرف EC2 ولا لازم تعرف S3 ولا لازم تعرف VPC ولا نتورك ولا الكلام ده خلاص مجرد ان انت بتقول ال AWS انا عايز اشغل الانفارومنت دي من السيرفز كاتالوج بيخش كده يتشيك عليها ويدوس لانش خلاص الدنيا اشتغلت معي فهم برضو كانوا مستخدمينها لانه واضح ان الريسورشز هما اللي كانوا بيشتغلوا على الكلام ده كانش فيه حد تكنيكا لانه and we take every single staff with extra care as they're managing patient data in the highly regulated industry we can now around hundreds of concurrent data science and our projects concurrent to form insights into science so we look small at the multi-homes data we looked at the data at hand but one of the most exciting advancements in the industry right now is the patient can choose in clinical trials to share the data with us from their own homes هنتكلم يا جماعة عن use case d دلوقتي برضو اللي هو ازاي البيشنس دلوقتي كمان بقهم عندهم الاجهزة اللي تبقى البيشنس متركبة وبيبدأوا يبعاتوا الديتا دي ريال تايم لأي دابلو اس او للشركة حاجة زي أسرا ذلك بتشتغل على اي دابلو اس فيقدر البيشنس بتاعتها اللي هم مركبين الاجهزة دي يقدروا يبعاتوا الديتا ريال تايم على طول لأي دابلو اس فبالتالي تقدر ان هي تدخل معاهم في الاناليتيكس بتاعتهم وتدخل معاهم في الديفلوب منت بتاعة الماشين ليرننج الاجهزة بتاعتهم ريال تايم على طول مش محتاج بقى الديتا تروح بعد اسبوع ولا بعد شهر لأ دابلو اس تخش على طول في الامال الاجهزة بتاعتهم على طول في انتيبات على ، ينشران الكثير من الحياة وبالجحوم في البل事开اني وارخatha تلك قيدрос Elite المناطع تدخل على طول اط extra خلي بالك وهم كانوا بيقولوا في الأول نحن بنشتغل مع 75 دولة تخيل بقى دلوقتي بياخدوا الديتا من كل المرضى بتوحهم من 75 دولة حوالي من العالم يعني انتم تخيلين يا جماعة الديتا بتتنقل ريال تايم من البيشنز بتاعتهم اللي هي ملايين البيشنز خلاص من 75 دولة في العالم بتتنقل الديتا ريال تايم لأي دابي اس . ثم أتبدأ لحظة 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 بتتنقل ريالي لحظة بواقع الديتا قدرى من السنة تقلل ريالي هي حظة اتبتا سنطلح اتبه التالي الفى لحظة هما اتبتها الديتا قليل تدكيي من الفى شافي ويساعدنا نسلم المتعاكم من تساعدهم في إنهم بجمعوا الديتا من كل الحاجات اللي شرحناها مع بعض وبالتالي ويساعدنا نسلم المتعاكم من التساعدين في التساعد العادية مقصد الثالث التالي فضول او انهم في مرات خلال السودات او تشترك في مرضان بجرد خلال السودات اشترك في جنز ولد السودات دائرة ومع بيارة ومع بيارة ومع بيارة الماضي ومع ذلك كل دقاطية تمام، كل هذه الموجودة من الهاتف لدينا الهاتف المومي أنا أمور في التصانية وشيتيش أمور لدينا عامة سوف يكون مفتاحاً لكي أصدقائك ويجعل ذلك شكراً لك ساعدنا ان احنا نشتغل وانها بتشتغل مع زملاءها. عشان مش عايزنا اننا نخسر يعني حد تاني نعرفه ايه. طيب يا جماعة اللي احتستخدمناها. آآ اللينك موجود يا جماعة جو الآآ جوه هتكون معاكم ان شاء الله. انا ممكن ابعته لكم خاضر دلوقتي برضو على الشات. حالا. ابعته لكم على الشات حالة برضو. طيب فهم استخدموا ستيب فانشنز استخدموا لمدة استخدموا باتش استخدموا است تري وكمان استخدموا سيج ميكروي سيرف سكتالوك زي ما شوفنا مع بعض في الفيديو. فدي كانت تاني معنا اليومنا ودي برضو شركة بتشتغل في الجزء بتاع الجينوميكس بس بتقول لك ان احنا مش ببقيتناش مجرد ان احنا ما عندنا سامبل للجينوميكس ده احنا كمان بقينا بنقدم سيرفوس بلاتفورم از اي سيرفوس ان احنا بنوفر الديتا دية للشركات اللي عايزة تشتغل على الجينوميكس فاليومينا بدأت تشتغل في الجزء ده فهي بت بتيفولف انتو اي كومبليت جينوميكس سولوشن بروفايدر مبقيتش مجرد بس ان هي عندها ان هي فندور بس ان هي بتديك الجينوميكس ديتا لأ ده بقى عندها بلاتفورم كامل للديتا بتاعت الجينوميكس وبتقدر تديك عليه اناليسز بتقدر انك انت تكونكت عليه كبلاتفورم از اي سيرفوس طيب الديتا بقى اللي عندهم او الجينوميكس ديتا اللي عندهم كمان مش بس بتقولك ان احنا بنيديك هاي كواليتي ديتا وداتا بروسسينج واناليسز وبس لا ده احنا كمان بنيديك الديتا على حسب الفايلو جينيك جينيتيك انوتيشن والجينو تايب والاسوسييشن اللي بينهم اليومينا دي بتكون شركة عاملة كيس ستادي جوه ايدا بلو اس زي استرازينيكا استرازينيكا هي شركة ادوية عاملة كيس ستادي على ايدا بلو اس اليومينا برضو عبارة عن شركة عاملة كيس ستادي على ايدا بلو اس دي حاجات حقيقية وحاجات شغالة فعليا فالشركة دي يا جماعة بتدينا الديتا بقى كمان على حسب الاصول تعارفين يا جماعة دلوقتي بقى فيه برضو حاجة كده طالعة جديدة بيقولك ان انت من ادي ان ايه بتاعك احنا بنعرف السلالة بتاعتك انت من فين انت مش عارف من اصلك من افريقيا ولا انت اصلك من امريكا ولا الكلام دوت ده بناء ان ادي ان ايه بتاعك بيبدأ ان يعرف الاصل بتاعه من فين فبيبدأ يعرف السلالة اللي انت ايه اللي انت جاي منها فالشركة دي برضو بتقولك بقى احنا مش مجرد سامبل احنا بدي اديك انسر احنا حتقولي ادي ان ايه بتاعك انا حقدر اقولك السلالات بتاعتك والاصل بتاعك والكلام دوت فالشركة دي بتشتغل انها بتبيع بلاتفورم كامل وصوفتوير كامل بتبيعه للناس كاسي سيرفوس بالزبط كده ابحث كتيرة جدا بقت دلوقتي تشغالة في كده وبدأوا كمان يعملوا ما بين الامراض وما بين السلالات اللي موجودة فيه بدأوا يبقى فيه مثلا سلالة معينة مثلا من الناس او نوع معين من الناس مثلا ما بتجلهمش مثلا امراض القلب كتير او ما بتجلهمش مثلا امراض السكر كتير فبدأوا يتابعوا الجين باترنز بتاعة السلالات المختلفة عشان منها يحاولوا يوصلوا للجينات اللي بتأثر على مثلا امراض القلب او الجينات اللي بتأثر على امراض السكر وهكذا الشركة دي بقى بتديك البلاتفورم نفسه بتديك الديتا بتديك الاناليسز اللي انت تقدر تبني انت بعد كده عليها بقى السلوشن ايه بتاعك فانت متخيلين يا جماعة الدنيا بقت عاملة ازاي بقت AWS كإنفرستركتر او بقت كلاود سيرفز بتاعك شركة تانية اسمها اليومينا بدأت تجمع لك الديتا وبدأت تجمع لك الاناليسز بلاتفورم وانت بعد كده تبدأ تبني انت السلوشن بتاعك متخيلين بقت كام لير بتتبني فوق بعض وكله مبني على التكنولوجي اه بس اكيد يا دكتور الكلام ده سيبقى بفلوس طبعا دي اكيد سيبقى بفلوس طيب الشركة دي معتمدة على الاس 3 معتمدة على جليشير معتمدة على اي سي تو معتمدة على سبوت انستانسز ومعتمدة على باتش طيب فيليبس فيليبس طبعا معروفة دلوقتي انها بدأت تتجه ان هي بتعمل الاجهزة الخاصة بالحاجات الميديكال فبرضو بتستخدم الاي اي والاي ام والامل علشان تقدر ان هي دكتور واقل واضح ان هو عمل لنا شير لليومنا ويب سايت ايوة تمام شكرا يا دكتور واقل حلو حلو بدأت تاخد اكشن اهو تمام طيب فشركة فيليبس بقت شركة دلوقتي بقت متخصصة اكتر في الاجهزة المختصة بال الميديكال يعني فهم بيقولك بما ان احنا بقينا شركة عندنا اجهزة خاصة بالميديكال احنا مش بس مجرد شركة اجهزة احنا كمان لازم يبقى عندنا السوفتوير والبلاتفورم بتاعنا اللي حيبدأ يانتجريت مع الاجهزة بتاعتنا احنا بس مش مجرد مش مجرد شركة بدعمل اجهزة وخلاص لازم فيه بلاتفورم لازم فيه مثلا تكنولوجي معاية كمان تشتغل عشان مثلا اقدر اجمع الديتا من البيشنس بتاعتي اقدر اجمع الصور اللي بتتعمل لها على الاجهزة بتاعتي عشان يبدأوا يدخلوا الكلام دوت في اي 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 وفي ان مال عشان يزودوا الحجم بتاع الشغل بتاحهم وفي نفس الوقت كمان بيعملوا تثبيت او اكورسي بيزودوا اكورسي بتاعت الاجهزة ويقدروا يطلعوا من الديتا دي باترنس تانية يقدروا يعملوا بيها بلاتفورمز أقوى فهما بيشتغلوا بيه الارتفيشال انتليجنس وطبعا هما على AWS وهما ليهم اللي هو البلاتفورم الاسي سيرفيس داحهم اللي اسمه الهيلث سويت ده بيبروفايد تولز وكلاود كابابلتي علشان الديجيتال هيلث كير ثرو ايميج اي 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 وي اي مل طيب فالأبورتونيتي اي هي او المشكلة عندهم كانت اي هي ان البرايفيسي والديتا بروتكشن والجيوغرافكال باوندريز والديتا دايورستي دلوقتي الخصوصية بتاعت الديتا الديتا اللي بقت محكومة بالقانون والباوندريز بتاعت الجيوغرافكال باوندريز ان انت فيه دلوقتي بقت عندك قوانين وتقولك الديتا ما تخرجش من الريجون الفلانية او ما تخرجش من البلد الفلانية اه ممكن برضو بعد المسافات بيعمل فيه عرقلة شوية في جمع الديتا تنوع الديتا فدي كلها كانت مشاكل مقابلاهم وهم محتاجين الديتا دي كلها عشان يقدروا يبنوا ماشين ليرنينج وارتفيشال انتليجنس محترمة عندهم فعشان كده بدأوا يلجأوا الى AWS فبنوا هما لنفسهم platform as a service solution على AWS اسمه بيبروفايد tools وكلاود capabilities علشان خاطر الهيلث كير through AI وML فيد بيستخدموا بقى الديتا دي ايه بقى في الAI والAML بيستخدموها بقى في ايه ان هما بدأوا يعملوا deliver accurate diagnosis هيطلعوا من الكلام دوت او من الديتا اللي بيجمعوها دي بيطلعوا accurate diagnosis and treatment plans هيبدأ يقول لك بعد كده انت تروح تعمل scan مع الجهاز بتاع فيليبس حضرتك الجهاز بتاع فيليبس تلاقيه رح مودي الصورة بتاعت حضرتك او الاشيعة بتاعت حضرتك للplatform بتاعهم اللي هو اسمه الهيلث سويت عشان يرجع بعد كده يقول لك حضرتك والله عندك كذا والادوية بتاعتك كذا او العلاج بتاعتك كذا متخيلين للناس بدأت تفكر ازاي انا مش حب ابجرة بباعلك جهاز ده انا حبيعلك جهاز يبدأ كمان يطلع لك الايه العلاج يقول لك الراجل ده عنده ايه يعمل الدياجنوزز الاول وبعد كده يطلع لك عنده العلاج بتاعه يكون ايه كمان فهم دلوقتي بدأوا بيجمعوا الديتا من بلاد مختلفة وطبعا ما كانش حد يقدر يعمل دوت غير لما يكون عنده محترمة زي AWS عندها بتاعتها اللي متوزعها حوالين العالم لو في حتى او حاجة الديتا تفضل موجودة في الريجون زي ما هي مش هناخد الديتا من الريجون تفضل الديتا موجودة زي ما هي وإحنا هنبدأ باستخدام بتاع AWS هنعمل للديتا وهي موجودة جوه الريجون بتاعتك لو لا هناخد ديتا ولا هننقلها حتة تانية هناخد محتفظين بالبرايفسي بتاعتك محتفظين بالريجوليشن بتاعتك وعشان نترين المودلز بتاعتك حاجة زي كده ما كنتش أقدر عملها إلا إذا كان عندي جلوبال انفرستركتر محترمة زي AWS طبعا طيب بيستخدموا الالاستيك كومبيوت كلاود وبيستخدموا الIoT طبعا بيقولك كمان إن احنا أكيد طبعا من رعي البرايفسي هناخد موافقة العمل بتاعتنا قبل ما بنبعث الديتا ديت عشان نطور بيها البلاتفورم بتاعنا اللي هو اسمه الهيلت سويت عشان إن شاء الله في المستقبل هنرجع لك التشخيص وكمان هنرجع لك العلاج Nationwide Children دي شركة تانية كمان شغالة على AWS بتهتم بيه الجزء بتاع الكانسر عند الأطفال الشركة دي بتشتغل على إيه بتشتغل على Genomics Data Generation and Analysis علشان بتستخدم Blood and Cancer Samples بتبدأ تاخد Samples أو عينات من مرض الكانسر ومن الدم عشان تساعد الفيزيشنز تساعد الدكاترة Better Treatment للبيدياتريك Patients علشان يطلعوا علاج أفضل إلى الأطفال تمام؟ فأنا دلوقتي حيخد على حسب العينات بتاعة الطفل على حسب Blood Samples اللي هناخدها منه على حسب Genomics Data بتاعته هنقدر نطلع Treatment محترمة أو Treatment متفصلة على حسب الطفل دوت بحيث أن يكون Treatment فعال عشانه هو طالع مخصوص عشانه هو طيب بيقولك أن الديتا بعد ما بناخدها وبندخلها على ال بندخلها على الألجوريثم بتاعتنا بنتطلع اتنين report إما إن الديتا دي إحنا فعلا هنديها للدكتور عشان الدكتور فعلا يقدر يطلع بلان كويسة للبيشنت أو يطلع علاج مظبوط إلى البيشنت ده لو إحنا قدرنا نفهم البيترز قدرنا نتعرف عليها بشكل مظبوط هنطلع للدكتور العلاج ونقول له والله علاج الطفل ده هيكون بالشكل الفولاد طيب معرفناش بتبدأ تدخل الديتا دي اللي هو report التاني ده بتبدأ الديتا دي تتجمع تاني وبنبدأ ندخلها على بتاع الماشين ليرنينج بتاعنا تانية عشان نحسن أداء الماشين ليرنينج بتاعتنا وبالتالي إحنا شغالين في اتجاهين الاتجاه الأول إن إحنا بنطلع فعلا وكمان بنطور الألغوريثمز بتاعتنا إن إحنا نبدأ نغطي عدد أكبر من الأطفال بعد كده السيرفز اللي استخدموها برضو على فكرة جماعة انتم في كل حتلاقوا هنا دايما في أول حتلاقوا في تقدروا تخش منه على الكيس وتقروها بالتفصيل أنا يعني بصراحة أنا برضو التفاصيل كتير جدا فأنا مش قادر أجمع كل التفاصيل في كل وانا معاكم بس هنا بتقرؤ كل التفاصيل عن اليوز كيس شركة زد اس دي بتقدم خدمات لل التالي هالث اللي هو إحنا هنقدم خدمة التشفة على المريض باستخدام التليفون فالبيش لما كانت المرضى بيروحوا ليه الدكتور أنا عارف إن الدكتور عيادته في الحتة الفلانية أدي الصيدلية اللي تحت الدكتور حديهم الأدوية بتاعتي عشان الراجل ينزل من عند الدكتور يصرف رشدة من الصيدلية اللي تحت الدكتور خلص الموضوع طيب دلوقتي أنا بدي التريكمينت بتاعتي والدانجنوز بتاعتي بدي أونلاين وبالتالي أنا حوزع بقى الأدوية بتاعتي إزاي على المناطق المختلفة علشان أقدر هو المريض برضو ينزل يلاقي الدواء بتاعي موجود وبالتالي هنا بقوا محتاجين يعملوا كتير جدا علشان يقدروا يشوفوا هيوزعوا الأدوية بتاعتهم إزاي فعايزين أنهم هي بتاعت السيرفز وفي نفس الوقت يعملوا عايزين يوسعوا النطاق بتاعت خدمتهم في نفس الوقت يقدروا يعملوا ها إدارة بشكل كويس وفي نفس الوقت في كل ده يقللوا كمان لإيه الكوست فحيدقوا يعملوا للإيه للماركت شايفين يا جماعة يعني الدنيا بتختلف الاستخدامات كتير من أننا بساعدك في الاختراعات بساعدك حتى في توزيع الأدوية حتشوف حاجة كمان شوية على حتة التصنيع فمش بس مجرد اختراعه بس أو ابتكار أنواع جديدة من الأدوية بس ده بيفيدك كمان حتى في البيزنس نفسه كمان طيب السلوشن إن هم هيبدأوا يعملوا أناليسز فهو البرودكت بتاعهم اسمه ريفو مالوش طبعا دعوة بالريفو بتاعنا احنا خالص هم مسميين السلوشن بتاعهم ريفو هو انتجريت اناليتيكس بلاتفورم على الكلاود وبيستخدموا فيها بيك ديتا اناليتيكس علشان يقدروا يطلعوا الاناليسز إزاي حيقدروا إنهم يوزعوا الأدوية بتاعتهم قالك كمان حنوزع كمان على حسب المنطقة الجغرافية إن إحنا كمان من ضمن الحاجات اللي هتخش معنا إن فيه أمراض بتبقى موجودة على مناطق جغرافية معينة ولأ فدي كمان لازم نبدأ نحطها في الحسابات بتاعتنا اللي هي بتكون لها علاقة بالإيه بالجيغرافية استخدموا إيه بقى في الكلام ده كله استخدموا سيج ميكر لمدة فونكشن إي سي تو وي ريليشنل داتا بيز وأنا كمان هنا متعمد إن أنا سيب لكم دول عشان هم كمان يستخدموا هنا إيس تري واستخدموا الإي الإي أم آر الإي أم آر ده كمان إيلاستيك ما بروديوس دي برضو سيرفيس في AWS بتعمل بروسيسينج للديتا على بيج ديتا اليوس كيس اللي بعد كده الهالو دوك الهالو دوك دوت دي كانت مشكلة موجودة في إندونيسيا إن عدد المرض ده كتير جدا بالنسبة العدد الفيسيشنز أو بالنسبة العدد الدكاترة فبيقولك إن 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 في إندونيسيا إن كل ألف مواطن لي ربع أو point four فيزيشن على الرغم إن النسبة العالمية المفروض تبقى واحد وسبعة من عشرة مفروض يبقى فيه دكتور وسبعة من عشرة لكل ألف وحد ففي إندونيسيا هم point four بس فطبعا قليل جدا فبيقولك اللي هنا هوت الكمبني كونكت مع أكتر من عشرين مليون أكتف يوزر في ع 22000 دكتور و1000 سرتفايت بارتر فارماسيست إيه اللي عملوا هنا هوت عملوا وقالوا للأبليكيشن دي إن إحنا هنبدأ نديكم بعض الدياجنوز نديها لكم أونلاين ممكن تقدر تحجز بالأبليكيشن بتاعتنا حاجات البسيطة السهلة ممكن أديك الإيه الدياجنوز بسرعة أونلاين وأقدر أديك الأدوية اللي إنت بتأخذها أديك الكلام ده أونلاين أو أقدر لو لقيت إن الحالة بتاعتك صعبة شوية ممكن إن أنا أبدأ أوجيهك لمستشفى معينة أو لمستوصف معين حلو الكلام فبدأ يقش 20 مليون يوزر على الأبليكيشن بتاعتهم منهم 22000 دكتور وكمان في معهم 1000 بارتنر فارماسي إنت متخيل الرقم بقى محترمة وقوية عشان تقدر تستوعب كل العدد دوت من اليوزر ولذلك هالو دوك راحت لي AWS بيقولك طبعا كمان ما ننساش بقى إن وقت الكوفيد 19 وإزاي إن بقى فيه دماند عالي جدا على الأبليكيشن ديت فطبعا الجلوبال إنفرستر طبعا بتاعة AWS قدرت إن هي تستحمل الأعداد دي كلها على الأبليكيشن طيب بيستخدموا إيه في الانفورمينت بتاعتهم بيعملوا باستخدام ريتشيفت على وبيستخدموا وبيستخدموا أفينة برضو هنا هو بيعملوا علشان برضو يشوفوا المريض دوت المفروض يروح فين المكان القريب ليه إيه إيه ده المرض اللي عنده فالمفروض يتوجه لأنه مستشفى فكل دي حاجات برضو كانت محتاجة فبدأوا يستخدموا السلوشن بتاعة الاناليتيكس بتاعة AWS يمكن إحنا لسه ما شرحناش السلوشن بتاعة الاناليتيكس لكن ممكن في شوية أجهات كده بقت بنسبة لكم سهلة يعني عارفين ها ممكن أثنين هنتكلم عليه الأسبوع الجاي إن شاء الله هيكون معنا الاناليتيكس آسف الأسبوع اللي بعد الجاي مش اللي هو اللي بيبتجي الأسبوع ده اللي هو بكرة لا اللي هو الأسبوع اللي جاي إن شاء الله اللي هو آخر الأسبوع خالص حيكون معنا طيب استخدموا الناس ديت عشان يعملوا الاناليتيكس طبعا واضح إن كمان كان عندهم فاستخدموا استخدموا 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 أثينا وكمان دي كلها سيرفزز يا جماعة بنستخدمها في الاناليتيكس آه يمكن دي الكيس القابلة الأخيرة اللي معنا اسمها شركة اسمها تيفا تيفا دي بتصنع الانهيلرز اللي هما الحاجات اللي بتتبخ في وقت الأزمة والناس اللي عندها رب والحاجات ديت فإيه المشكلة مع الناس ديت قال لك احنا عايزين نطور الانهيلرز بتاعتنا عايزين نعرف هل هي فعلا البخة اللي بتبخها دي صح والغلط هل فعلا البيشنت بيستريح بعدها ولا لأ طب بيستخدمها كم مرة في اليوم عشان نحاول نيمبروف الانهيلرز بتاعتنا فبيقولك احنا مين الانهيلرز بتستخدم في مرض اللي هو الاسم أزمة خلاص وده تقريبا بأفكت حوالي 340 مليون واحد زي ما قلنا هم بيصنعوا الانهيلرز هم بيمنفاكتر الانهيلرز ديت فهم عاوزين يعملوا عايزين يعملوا عايزين يتأكدوا ان الانهيلرز بتاعتهم بتستخدم ازاي تستخدم كل قد ايه وبعد كده كمان يتأكدوا الانهيلرز هل هي فعلا مريك بيستريح بعدها ولا لأ عشان يتأكدوا ان الانهيلرز بتاعتهم يحاولوا يطوروها ويخلوها احسن طيب السولوشن عملوا ايه عملوا بلوتوث تكنولوجي and built-in sensors to measure inspiratory flow and save data into الفيرموير عملوا sensors بتتركب وفي نفس الوقت وصلوها ببلوتوث وصلوها بموبايل أبليكيشن والموبايل أبليكيشن بقتها اللي عملها بتجمع الانهيلر وبتجمع الانهيلر من السنسور اللي عملت easel respiratory flow خلاص عشان يبعت الديتا دي كلها ال-AWS يبدأوا ياخدوا الديتا ديت ويعملونها analytics ويبدأوا يشوفوا إذا كان فعلا المنتج بتاعهم شغال بشكل كويس ولا لا استخدموا ايه استخدموا lambda function S3 داينامو دي بي وي كوجنيتو ميرك يمكن أنا حقلب بس السلايد عشان برضو أعتقد دي هتلاقوا الشاشة بتتهز عندكم علشان فيها فيها فيديو بتهيألي ولا سابتة شاشة سابتة ولا تتحرك يا جماعة أنا حنقل بس علشان إيه فممكن ناخد بتاعها أنا خرجت منها خلص وأخدت ديو هلين نشغاله على بالرقورم واضح ان الناس دي عندها كانت مشكلة مع الكواليتي كنترول يعني خلاص فان الكواليتي كنترول كان بيعمل ريجكت للأدوية ودي كانت فولس ريجكشن يعني لا هو الدنيا ماشي كويس كل حاجة بس الكواليتي كنترول عدوا بيقوله الباتش ده مرفوض ليه عما مرفوض والله الاسباب بالنسبة له ما كانتش مقنعة يعني او ان هو كان بيحصل فولس ريجكشن كتير ويضطروا ان هما يعيدوا التحليل اكتر من مرة عشان يتأكدوا ان الباتش مظبوط ولا لا وبالتالي هنشوف هيتفركروا ازاي ان هما يحلوا المشكلة دا خلاص حيجيبوا بقى كل البيانات بتاعت التصنيع من اول الداتا بتاعت التفتيش والداتا بتاعت المكان وهو شغال الداتا كمان بتاعت اعتقد كمان بتاعت المواد الخام او حاجة زي كده مش متأكد يعني المهم بيجمع الديتا من اكتر من مكان وحيبدأ يدخل بقى الكلام دوت مع كمان الديتا اللي بتيجي من الكواليتي كنترول حيجمع الديتا دي كلها ويبدأ يدخل الكلام دوت في ماشين ليرنج الوجيزم عشان في الاخر يبدأ المشين ليرنج الوجيزم يبدأ يفهم الباترنز بتاعت الريجيكشن او الفولس ريجيكشن بتيجي من فان فيقدر بعد كده يعرف ان دا فولس ريجيكشن دا كويس كل حاجة بس دي فولس ايه ريجيكشن. فحيجمع الديتا من المكان من الكواليتي كنترول من التفتيش من كل حاجة عنده وهيبدأ يدخلهم في ماشين ليرنج الارجويتك يبريديكت اذا كان ده فعلا ريجيكشن حقيقي ولا اذا كان ده اوات فولس ريجيكشن وبالتالي يقللوا طبعا الوقت ويقللوا طبعا المواد اللي مستخدمة فيه الكواليتي كنترول والكلام ده فاكيد ده بالنسبة لهم هيصرع عملية التصنيع and real time data from inspection machines and then contextualize and harmonize this data that's why we turn to AWS and AI ML to solve the challenge نستخدم الزفاف و هالمو PEGياتي هي هو اخد البرودكت جينيرولوجي واخد البروزيس ديتا الانسبكشن ديتا والانسبكشن ايميجز كمان ان من ضمن برضو الحاجات اللي في التصنيع دلوقتي ان هما بدأوا يحطوا كاميرات على المكان وعلى فكرة ده ليه برودكت جوا ايه دابي اس انا مش فكر اسمه دلوقتي كان اسمه على الشي ممكن نسيت اسمه ان هما بيحطوا كاميرات قدام المكان وبيبدأ يلاقي بالمكانة فلو لاقى مثلا الاهتزاز في المكانة زي شوية او لاقى تسريب في الزيت او لاقى حاجة زي كده فيبدأ يقول والله ان المكانة دي قرب التبوز حتى لو ممكنش لسه بازت فيبدأ يقول المكانة دي قرب التبوز ده بيفيد جامد جدا في التصنيع ان هو بيخليك تبلان للمانترنس ان المكانة مش في وسط ما انت شغال تلاقي المكانة بازت لأ او مسلا انت مسلا عندك تسليم بكرة فالمكانة بازت النهاردة فانت مش هتلحق تسلم بكرة او مش هتلحق تسلم الاسبوع اللي جاي اه بالزبط كده سمارت مانيفاكتشورينج اه وده لي برودكت في ايه دابي اس بالسنة بصراحة نسيت اسمه دلوقتي تمام؟ فدي برضو من الحاجات برضو اللي بدأت تمتشر جامد جدا في الحتة بتاعت المانيفاكتشورينج لأ ما اسمهش سمارت مانيفاكتشورينج يا دكتور وائل كان ليه اسمه مميز قوي ما كانش سمارت اه الديب لينتس يا جماعة خدوا بالكو ديب لينتس فور تستينج لأ هو البرودكت كان ليه برودكت مش مش مجرد طب انا هطلع لكم اسمه حاضر اه الديب لينتس كمان خدوا بالكو فور تستينج مش فور بروداكشن يا جماعة دي برضو نقطة مهمة اه طيب اه بصوا بقى استخدموا كل الاي كل اللي التسيف*** بتاعتالاناليتيكس عشان يسحب الديتا من سورسز مختلفة عنده كل دي سورسز مختلفة للديتا فها يبدأ يستخدم سورسز مختلفة في اي دابة واي الس pilotиков開شان يسحب الديتا من systemز مختلفة. ويبدأ يدخلهم على الاناليسيز او الديتا بروسسنج عشان تدخل بقى كده ليومشين Vernon. میرا لع suffları old hopefully got inside and run analytics on that data LOAD that data to Redshift which is then used by our analytics dashboards. Our AI ML platform is built on Amazon SageMaker we leverage AWS data sync toً just de-shot image data from inspection machines across sites. Our inference pipelines look up out model registry for all deep learning models for نقري ب deze جسCT مع workloads قريص Billie's المواد بأ things و Lopez جديد كله يبدو بغيباء ن التكن السلخ سيحاول التكن السلخ مثل the GANS and variational auto encoders to develop synthetic defects image data for complex defects where we have limited training data the insights gained have helped us to understand root causes of projects طوام وخدوا بالكوا كمان أن هما استخدموا الـ generative AI أنه هو بيطلع الـ images أنا بيقولك ما كانش عندنا images كتير للـ defects اللي موجودة فقدرنا نحن نستخدم عشان نطلع صور مشابهة للإيه للديفكتس عشان ده حيحسن أداء الإيه الأي أو الموضل بتاعنا وطبعا ده تقلل عندهم الوقت بتاع بتاع الفولس ريجشن اللي بيحصل بخمسين في المائة دي كانت آخر معنا هنا هو تستخدمه تستخدمه وكمان لسه كمان دي يا جماعة برضو شغال على إيه ده بس للأسف مش كاتبين تفاصيل قوي في اليوز كيس ديت بس هي حاجة حاجة ظريفة يعني حبيت ان انا شاركها معاكم بس يعني انه هم بدأوا يعملوا اللي هم الأجهزة اللي بتتلبس في الإيد زي الساعات والحاجات دي انه يقدر يعمل إنه كانت تقربت تاعي قبلها بعشر تيار وبيقول لك إنه هم وصلوا إلى سبعين في المية نجاح فبيقول لك إنه هو بيبدأ يقيس الهارد ريتز بتاعتك وبيبدأ منها يديتكت انت قربت تاعيه وإنه هم فعلا بدأوا يتدربوا الحاجات دي وبدأت تطلع معاهم نتائج وصلت سبعين في المية وقدت نتائج كمان مع كوفيد تسعة عشر فدي كانت آخر معينا جماعة آآ طيب هل الحتة معليش هو الهيلت كير شوية طويل في AWS جماعة معليش هل دي كده آخر يعني مع الهيلت كير والحتة بتاعت الماديكال يعني لأ عندنا حاجة كمان اسمها ده برضو عبارة عن برودكتس في AWS برضو أنا ممكن نبص على الفيديو ده في السريع كده تسعة عشر تسعة عشر تسعة عشر تسعة عشر برضو بيتكلم على الجزء بتاع ان الديتا هي اللي هتبدأ بعد كده تجنريت الايه الادواء تمام وزي ما شفنا في اليوس كيسز ان هما بدأوا يطلعوا تريتمنت بلانز للشخص بعينه ما بقاش فيه كده دواء عامل الناس كلها تستخدموا لا ده احنا بدأنا نطلع ادوية او تيرابيز للاشخاص بعينهم على حسب الجينم او الدي ايه باترنز بتاعتهم فهنا بيكلم ان الـ AWS مش بس مجرد انها ان احنا شفتوا مع بعض كيس ستاديز ده هي كمان بقت ليها سيرفيس خاصة بيها لالهيث انتكار هتخليك تستخدم الديتا الاكسترنل والاكسترنل هتبقى الـ data silo بتاعتك اللي هي الديتا بتاعتك انت بتاعتك خاصة بيك ما حدش يبقى دعوة بيها وفي نفس الوقت هتخليك انت تستخدم الديتا ديت مع الـ AI والML علشان تقدر تجنيرات انت السلوشن بتاعتك شايفين يا جماعة زي ما قلت لكم احنا هنبدأ نطلع ادوية تفصيل ادوية تفصيل هي تتقال كده بالظبط ادوية تفصيل للحلة بتاعتك للجينز بتاعتك الميديكال هيستوري بتاعتك الاب والام كان عندهم المرض دوت ولا لا كل ده بقى هيبدأ يدخل معنا عشان اطلع على حضرتك في الاخر ده وقول لك خد ده الدول دي كنت ده بتاعتك ده اشتغل سائز لوگ وظل اشتغل 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 او صور اشتغل 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 طيب حلو الكلام نقطة هنعملوا بأزاي ايه ده بلقصة عندها الايه السيرفزز بتاعتها المتخصصة للهالث اند كار طيب طبعا احنا محتاجين الجلوبال لان طبعا احنا علشان نبدأ نقول ان احنا هنطلع ادوية اللي احنا زي بيقوا عليها الادوية التفصيل للبيشنس معينة احنا محتاجين نطلع world wide تمام طيب انا محتاج جلوبال نيدز انا محتاج ان انا يبقى عندي global infrastructure تخدمني في الموضوع دوت طبعا ايه دابلي اس معاها اكتر من الف global compliance requirement validated by third parties فايا كان بقى انت في امريكا عايزي compliance تاعت امريكا انا شغال معك عايزي compliance تاعت اوروبا انا شغال معك عايزي compliance تاعت اسيا انا شغال معك اتنين وتلاتين region بسابورتوهم عندي اكتر من خمسين initiative في ال genomics supported او powered by AWS عندي اكتر من تسعين open health و life science و genomics data sets فكل ده يساعدك انك انت تقدر تبني الفكرة بتاعت الادوية التفصيل زي ما قلنا ده هي globally بقى على مستوى الايه العالم في عندنا كمان services في AWS خاصة بالhealth زي الhealth transcribe اللي هو دلوقتي يقدر من conversation بتاعتك كما بين الدكتور والمريض انه هو يقدر يعرف الحالة بتاعتك ويقدر كمان الدكتور انه هو يملي السيستم بتاعك الادوية اللي انت المفروض بتاخدها عندنا كمان الhealth lake بتprovide complete view of individual or patient population على الhealth كمان عندنا الhealth images بتقدر انك انت بتستور وتترانسفورم وبتانالايز الميديكال ايميجز زي بقى الاكس ريز والسيتي ايميجز والحاجات دي كلها وعندنا الجزء بقى اللي احنا كنا نتكلم عليه في الاول خالص الجزء الخاص بيه الاميكس اللي هو الجزء بتاع الDNA والRNA والبروتينز كل الكلام دوت موجود عنده فيه السيرفز دوت ونقدر نبني عليها كمان analytics ونقدر نبني عليها ايه insights الhealth and care برضو and life solutions عندنا health care solutions ودي برضو الURL دوت يعني هيكون موجود معاكم انا انا عايز اواريكم الصفحة دي هي والlife بصوا جماعة انا هنا السوري الاخر خالص انا هتطلوكو resources ال customer success story وده الURL اللي هتلاقوا فيه بقى كل الكلام دوت خلوني اروح له كده معاكم اهم يا جماعة هي متاخدة من هنا بالزبط فدي السيرفز المختلفة دوت بقى لو انت عايز تعرف اكتر عن health care solutions عايز تشوف الشركات اللي بتشتغل بيها عايز تشوف use cases عليها تانية ال life science solutions ال genomics solutions بتقدر بتكريك هنا بصوا دي بقى solutions تانية بس انا طبعا مرضيتش هدخل معاكم في كل دوت لان طبعا الدنيا كانت يعني هتبقى كتير قوي بس اللي حابب يقرأ واللي حابب يعرف فيه هنا كمان case studies بتقدر تدخل على case studies دي شركات لها case studies ده غير اللي احنا شرحناه في الاول خالص ده هنا بقى بيتكلموا على الجزء بتاع ال health services اللي بتتقدم من AWS خلاص ودي متخصصة في services بتاعة AWS كمان الURL بقى الاولاني ده اللي هو ال custom success story ده لو دخلتو عليه هسكرول معاكم تحت خليبا لكم انا جبتلكو تسعة ولا او عشرة use cases انا حواليكم دلوقتي بس use cases قد ايه لو احنا كده عملنا select ال health care كويس بصوا جمعنا هنا عندي قد ايه انا عندي ميتين واحد وخمسين case احنا شفنا منهم عشرة فلو انت حاسس مننا لأ انا ممكن الاقي حاجة تانية هتقدر تدخل على ميتين واحد وخمسين واحدة تقدر تخش فيهم وتقدر تعرف اللي انت عايزه عايز تفلتر بيه او عايز تعمل فيلترينج بيه حاجة معينة انت مثلا اه حابب الاناليتكس اكتر او حابب ال ai وال ml اكتر او انا حابب ال internet of things اكتر فقدر افلتر بالايه بالتكنولوجيز المختلفة واعتقد ان انتو ممكن لو مش عارفينهم كلهم بس على الاقل باقيتو عارفين يعني اعتقد مش اقل مش اقل من خمسين ستين في المية من المعاني الكلمات دي ان ما كانش اكتر يعني انا متأكد ان هو اكتر بس انا بقول اقل حاجة يعني تمام فانا فلترت مسلا بيه ال ai وال ml وال ai o t فاطلع لي بقوا خمسة وسبعين واحدة بس فممكنك انت تبدأ تخش عليهم وتبدأ تشوفهم فهنا على فكرة اليوز كيس اللي احنا شفناه مع بعض جايبينها من هنا خلاص انت عايز تعرف اكتر خش وعرف اكتر وزي ما قلتلك ان احنا عندنا ال aws اللي هو for health services ادي كل السولوشنز للهيلث ايه سيرفز ادي الهيلث سولوشنز ال life science solutions والجنوميكس سولوشنز وزي ما قلتلك لما هتدخل عليهم كمان هيجيب لك كيس ستاديز مين اللي بيستخدم السيرفز ديت وعملوا بيها ايه هيدا برضو فيه ال generative AI بيستخدم ازاي مع الهيلث كير وال life science وال data portfolio بقى ايه بقى ال data اللي موجودة في aws اللي بتخدم الهيلث هتطلق برضو فيه ال url دوت والاناليتكس اللي بتخدم الهيلث كير كده حبقى انا خلصت لو حد عنده اي سؤال اشتركوا في القناة